لا شك في أن الإعلام دوراً حيوياً في المجتمع من حيث نقل المعلومات ونشر الوعي المجتمعي بالقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية تدعيماً وتعزيزاً للمشاركة المدنية والإسهام في تشكيل آراء الناس واتجاهاتهم الفكرية والسياسية بما يؤثر في القضايا العامة والقرارات السياسية والاجتماعية إلا أن هذه الوظيفة المجتمعية للإعلام تواجهها تحديات عديدة فكثير من العاملين في الصحافة والإعلام يشكون من عقبات ومعوقات تزرعها الأنظمة السياسية في طريقهم لا سيما في المنطقة العربية الأمر الذي ربما يمنع الصحافة والإعلام من القيام بدورهما الرقابي والتوعوي كما أن مواقع التواصل الاجتماعي ووسائط الاتصال الحريفة باتت تمثل هي الأخرى تحدياً بالغ الأهمية بالنسبة للإعلاميين والصحفيين بحسب كثير من المتخصصين إذ تستخدم هذه المواقع كأداة ثائقة السرعة لنشر الأخبار والمعلومات ما قد يمثل تهديداً لقدرة الصحف ووسائل الإعلام على القيام بدورهما في ذلك وبالنظر إلى واقع ما يواجه الإعلام من تحديات لا سيما في المنطقة العربية فإن على الإعلاميين والصحفيين والمتخصصين في الحقل الصحفي والإعلامي السعي نحو إيجاد سبل للتعامل مع ذلك سبل لا تبدأ فقط بالمواكبة المهنية للتطور التقني العالمي ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي ولا تنتهي بالنضال من أجل توسيع هامش الحرية المطلوبة للعمل الصحفي والإعلامي ترجمة نانسي قنقر